بكرة إن شاء الله يعني خلينا كده إذا الأمور يعني إحنا متعودين كل أسبوع بيبقى معنا تقرير خارجي وإحنا معنا الحقيقة مجموعة تقرير خارجي بس طبعاً زي ما قلت حضراتكم تأثير تدعيات الأمر في غزة الحقيقة بتخلي بيبقى في تغطية خاصة دايماً بالموضوع والوضع في غزة وهو الأخ فالتقرير ما أجلينها لكن نفكر حضراتكم كده إنه لو الأمور بشت يعني بصورة أهدأ يبقى معنا بكرة تقرير عن العزيمة في بور فؤاد وإحنا نوهنا الإسبوع اللي فات لكن ببارة الظروف لم تسمح العزيمة في بور فؤاد ده مركز العزيمة التابع لصدوق مكافحة الإدمان وتأهيل المدمنين والمركز العزيمة ليه تقريباً 27 مركز على البستوى مصر كلها ويفتتح مركز جديدة في الفترة الجاية اللي احنا شوفناه في هذا المركز حاجة تدعي على الفقر فإحنا إيدينا ممدودة وزي قلت حدث قبل كده هذا الموضوع في المنتهى الأهمية ومنطقة الخطورة لو سكتنا عليه اللي عنده مدمن اللي في عيلته مدمن اللي في بشار عنده مدمن اللي مدمن نفسه اللي عايز يعالج في مثل هذه المراكز المراكز دي محترمة جداً ومقدرة جداً ومجاني إحنا عندنا اتنين مسارات لعلاج الإدمان والصحة النفسية عندنا الصحة النفسية وعلاج الإدمان دي موجودة في وزارة الصحة وعندنا برضو علاج الإدمان موجود في صندوق علاج ومكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن اللي هو دلوقتي بقى تابع لمجلس الوزارة اللي اتنين دول مصاران مهماً جداً لعلاج المدمن الموضوع لا يكلفك شيء إلا إرادتك حضرتك عندك إرادة تتعالج اتفضل حضرتك سواء من خلال البرنامج أو من خلال الخطوط الساخنة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والمركز ستدور علاج ومكافحة الإدمان فبقى أقض على حضراتكم تاني لا تبخلوا على نفسكم بالعلاج ولا تبخلوا على نفسكم بالرعاية ولا تبخلوا على نفسكم بالاهتمام ولا تبخلوا على نفسكم بأن الصحة بتاعتكم كويسة لا تخومكم في هذا الإطار فإن شاء الله تستقروا في هذا الأمر وتقوموا بالدور المطلوب لكم وكل الشكر والتقدير والاحترام لجهود الدولة في هذا الأمر لأنه الدولة بتبزي المجهود جامد جدا 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 وماعتقدش أنه حد ممكن يقلل من هذا المجهود اللي بتقوم بالدولة في هذا الإطار وكلنا بنساعد عشان نوصل لمرحلة متقدمة